وبطبيعة الحال العلاقات الجزائرية الإيطالية هي علاقات مهمة جدا وقيمة العلاقات السياسية والتاريخية تقاس بمدى وقوف الدول مع بعضها خاصة في الأزامات الجزائر في الطورة التحريرية أو في العشرية السوداء عرفت مواقف مشرفة من إيطاليا خاصة في العشرية السوداء حيث تعرضت الجزائر لحصار دولي وأوروبي كبير جدا ما عدا إيطاليا التي أبقت على سقف العلاقات في مستوى وبالتالي فعندما تحتاج إيطاليا مثلا في حالات الطوارئ في الطاقة أو إمدادات إضافية فلها الأولوية وهذا ما يحدد في العلاقات الجزائرية الإيطالية هذه التفرة في العلاقات والظروف التي تمر بها التحولات الدولية ستمكن الجزائر من الاستفادة من هذه العلاقات خاصة من خلال محاولات نقل التكنولوجيا وجلب الاستثمار المنتج الإيطالي المبني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجزائر من خلال برنامج الرئيس تحدث عن محاولاته التقليل من الاعتماد على المحروقات وفتح المجال للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تملك فيها الجزائر أكثر من مليون ونصف مؤسسة صغيرة ومتوسطة حقيقة وجدت صعوبة في التأقل مع التحولات الاقتصادية بالنظر لضعف التجربة إلا أن تواجد هذه التجربة الفاتية ومع عقد شراكة مع إيطاليا لأن الزيارة يمكن قراءتها من بيان رئاسة الجمهورية الذي ضم ست قطاعات مهمة جدا رافقت الرئيس إلى إيطاليا ترجمة نانسي قنقر